الاخلاص كثيرون مننا يعملون واخطر شيء في الدنيا اخطر شيء في السائرين الى الله جل جلاله ان يفقدوا الاخلاص ان اخطر ما في علاقتك مع الله ان تفقد الاخلاص الاخلاص في العمل اولا ستسقط من عين الله ثانيا ستخسر الجنة حتما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اول من تسعر بهم النار ثلاثة اول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل اتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي اتيتك العلم فماذا عملت فيه قال علمته من اجلك يا رب قال كذبت علمت لي قال عالم وقد قيل فلا اجر لك عندي فلا شيء لك عندي ثم يصحب على وجهه الى جهنم ورجل اتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي اتيتك المال فماذا عملت فيه قال يا رب ما وجدت وجها تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت انفقت لي قال جواد وقد قيل وقد قيل فلا اجر لك عندي وقد قيل وقد قيل وقد قيل وقد قيل فلا اجر لك عندي ثم يسحب على وجهه الى جهنم اخوتي هؤلاء ثلاثة عالم ومنفق جواد متصدق وشهيد في سبيل الله اول ثلاثة صار بهم جهنم اول ثلاثة يدخل جهنم عالم معلم ومنفق كريم جواد وقتيل شهيد مجاهد في سبيل الله ثم قال علماؤنا ان هؤلاء الثلاثة كونهم يسحبون على وجوههم الى جهنم باستقراء افراد الشريعة انه لا يسحب الى وجهه الى جهنم الا الكافر فدل على ان الذي يعدم الاخلاص ويفقده تسوء خاتمته ويموت على غير الاسلام تخيل معي رجلا عالم قال الله له اتيتك العلم مؤلم قال الله له علمت لي قال عالم ثم يكون اول انسان قبل الزناح والفجار ومدمن الخمر قبلهم يدخل جهنم لفقدان الاخلاص لفقدان الاخلاص الاخلاص دعما انسان انسان هم سلام لMon